بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موقف الشيعة من كذبة نيسان كيف روج الشيخ عباس القمي في كتاب مفاتيح الجنان لأسطورة ماء نيسان كما تعرفون في الأول من نيسان هناك عادة مشهورة في الغرب خصوصاً أن يكذبون يعني يستبيحون الكذب أو يمزحون بهذا اليوم وكل واحد يطلع له كذبة ويضحك به على الآخرين ويعتبروا هذا كذبة نيسان يعني مسموح فيها الإسلام عموماً الشيعة كجزء من الأمة الإسلامية الفقهاء المسلمون يحرمون الكذب حتى في المزح وبالتالي يرفضون أن واحد يعني يمزح يضحك على الآخرين بهذه المناسبة ولكن في التراث الإسلامي أموماً والتراث الشيعي خصوصاً هناك كثير من الأكاذيب وأكاذيب مستمرة قرون وقرون يعني كذبة نيسان بعد ما يكذب الواحد بع شوية مثلاً أو آخر اليوم يكتشف هذه الكذبة ولكن هناك أكاذيب تستمر مدى الحياة تستمر يعني لمدة طويلة والناس يصدقوها ويبنون عليها وتدخل في حياتهم ويبنون عقائدهم عليها مثلاً هي مجرد أكاذيب أكاذيب كثيرة موجودة ولكن بهذه المناسبة مناسبة الأول من نيسان وددت أن أصلت الضوء على أكبر كذبة يسمى كذبة نيسان أو أسطورة ماء نيسان هذه يذكرها الشيخ عباس القمي مؤلف كتاب معروف ومشهور عند كثير من الناس من الشيح يقرؤون الأدعية والزيارات والرقي والطلاسم في أشياء كثيرة هو هذا قبل ما ندخل في الموضوع الشيخ عباس القمي رجل أخباري غير محقق وغير مدقق هو التلميذ لشيخ النوري الطبرسي هذا كان زعيم الأخباريين في مدينة سامراء ومشهور في كتابه فصل الخطاب في إثبات كتاب في إثبات تحريف كتاب برب الأرباب هذا الشيخ عباس القمي ولا يزالون كثير من الناس طبعا يعني يؤمنون بكتابه ويقرؤون أدعيته ومن دون ما يعرفون خاصة الناس العاديين ما يعرفون يعني الفرق بين الصحيح أو الموضوع الحديث الثابت والحديث الكذا فشوفوا الناس يقرؤون ما فيه من أدعية كأنه أصبح كتاب مقدس هذا عند الناس وكتاب يعني كل شيء موثوق والحالة الأخبارية موجودة حتى عند مراجع الآن مراجع كبار يشوفوا مثلا مشتهد في الفقه مشتهد في الأصول ولكنه ليس مشتهدا في العقائد ليس مشتهدا في ألدئة وزيارات يقول لك التسامح في أدلة السنن هذه مستحبات فنحن نسهل فيها لا يحتاج نحقق ونبحث وندكك وكذا هذه قاعدة مشكورة ومؤسفة جدا وخطيرة في الحقيقة لأنها تكشف أشياء أو تؤدي إلى أشياء بالمرة غير صحيحة وفيها خرافات وأساطير وبعض الناس علقوا على هذا الموضوع نشرت اليوم من الأخباريين إذا ننتقدنا حديث معين في الصور دي ننتقد رسول الله مثلا أو ننتقد الله سبحانه وتعالى لا الكلام أن هذه الروايات ننقل هذه الرواية التي عباس القومي نقولها هي مثاة بتاع رسول الله هي مزورة ونحن شويلة نفكر فيها ونتأمل فيها نكتشفها يعني لا يحتاج واحد يروح يدرس علم الرجال وعلم الحديث وعلم الأصول ويكتشف أن هذه الرواية صحيحة أو مصحيحة لا واضحة أستخدم نقرأها للرواية طبعا عندي حديث مفصل عن كتاب مفاتيح الجنان في كتابي السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ وجاي على دور الأدعية والزيارات في تكريس الأفكار الطائفية الخرافية الأسطورية ومن ذلك فقرة في هذا الكتاب عن أسطورة ماء نيسان طبعا ففاتيح الجنان في أدعية صحيحة وفي أدعية لطيفة حقيقتا ولكن ليس كل الأدعية هي صحيحة وليس كل الأدعية هي خطأ ونجيب لكم نموذج هذا الكتاب هذا الدعاء أو هذا الورد أو هذا ما عرف شيسمه من أبرز الأمور التي يذكرها الشيخ عباس القمي وتنطوي على قدر كبير من الخرافة والأباطيل حديث عجيب غريب ينقله عن كتاب زاد المعاد لعلي ابن طاوس لو أحد قبل 700-800 سنة كان موجود مألف لكتاب وهو مجمع أخباري كان ذيك الأيام مجمع لمجموعة أحاديث وكذا وحاطه في كتابه شيخ عباس القمي انتقد كتاب سابق كان مشهور فيه قبل ما هو كتاب اسمه مفتاح الجنان وقال هذا الكتاب فيه أحاديث جدا عجيبة غريبة ومو صحيحة وكذا وكتب كتابه مفاتيح الجنان حتى يصحح ذاك الكتاب أو يخلي كتاب فيه مكان ذاك الكتاب القديم ولكنه أيضا وقع فيما وقع فيه الأخباريون من قبل يقول فيه هذا علي بن طاوس يقول فيه بس السند لا تسألون عن السند الرجال منهم لا تسألون عن الرجال أصلا لا سند ولا رجال يقول إن قوما من الأصحاب أصحاب رسول الله يعني كانوا جلوسا ادخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليهم فردوا عليه السلام فقال ألا أعلمكم دواء علمني جبرايل عليه السلام حيث لا أحتاج إلى دواء الأطباء لازم نعزل كل المستشفيات وكل الأطباء وكل الصيدليات وقال علي وسلمان وغيرهم وما ذاك الدواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من ماء المطر بنيسان تجمع الماء وتقرأ عليه كل من فاتحة الكتاب الحمد يعني وآية الكرسي وقل هو الله أحد وقل لا أعود برب الفلق وقل لا أعود برب الناس وقل أيها الكافرون سبعين مرة يقول تقرأ الآيات القرآنية والصور القرآنية على هذا الماء وتنفخ عليه وزادت رواية أخرى سورة إنها أنزلناها أيضا سبعين مرة فوقها والله أكبر سبعين مرة ولا إله إلا الله سبعين مرة وتصلي على محمد وآل محمد سبعين مرة هذا إذا مهمتي طبعا يعني تقعد تسوي الأشياء وانت رح تطيب على أساسي يعني تشرب الدواء حتى الطيب بس يمكن أن تثموت أثناء الدعية الطويلة والأوراد الطويلة وتشرب من ذلك الماء غدوة وعشية سبعة أيام متواليات يوم بعد يوم صبح بالليل يشرب من هذا الماء والذي بعثني بالحق نبيا إن جبرايل عليه السلام قال إن الله يرفع عن الذي يشرب هذا الماء كل لداء من جسده ويعافيه ويخرج من جسده وعظمه وجميع أعضائه ويمحو ذلك من اللوح المحفوظ إذا الله كاتب له هذا مثلا بمرض فلاني يمسح اللوح المحفوظ والذي بعثني بالحق نبيا إن لم يكن له ولد ولد بعد فشرب من ذلك الماء كان له ولد يصير له ولد يعني وإن كانت المرأة عقيما وشربت من ذلك الماء رزقها الله ولدا وإن أحبت أن تحمل بذكر أو أنثى حملت وتصديق ذلك مفز أي قرآنية يجيب لك حتى أكد الموضوع في كتاب الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء قيمة ثم قال عليه السلام وإن كان بعد فوقها وإن كان بي صداع فشرب من ذلك يسكن عنه الصداع بإذن الله يشرب ماء صداع يروح حبة أسبرين كانه وإن كان بي وجع العين يقطر من ذلك الماء في عينيه ويشرب منه ويغسل به عينه ويشتد أصول الأسنان ويطيب الفم ولا يسيل من أصول الأسنان اللعاب إذا كان عنده مثلا التعابات أو خراج أو شي أم رح يطيب حتى أطبع أسنان بعد من احتاج مو بس أطبع عدين ولا يبخع بطنه ويقطع البلغم ولا يضخم إذا أكره ويشرب ما يأكل يشرب بعد بطنه مثل نفخ ولا يتأذى بالريح من القولنج وغيره ولا يشتكي ظهره ظهر بعد من وجعه ولا يبخع بطنه ولا يخاف من الزكام ووجع الضرس ولا يشتكي المعدة ولا الدود ولا يحتاج إلى الحجام ولا يصيبه البواسير ولا يصيبه الحكة ولا الجدري ولا الجنون ولا الجذام ولا البرس ولا الرعاف ولا القيء ولا يصيبه عمى ولا بكم ولا خرس ولا صمم ولا مقعد ولا يصيبه الماء الأسود في عينيه ولا يصيبه داء يفسد عليه صومه وصلاته ولا يتأذى بوسوسة الجن ولا الشياطين حتى الشياطين راح يهربوا من عنده من هذا ما ينسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال جبرايل أنه من شرب من ذلك ثم كان به جميع الأوجاء التي تصيب الناس فإنه شفاء له من جميع الأوجاء ما يبقى أجاء بالدني الله يا طيبة فقال جبرايل عليه السلام والذي بعثك بالحق من يقرأ هذه الآيات على هذا الماء فيشرب منه ملأ الله قلبه نورا وضياءا ويلقى الإلهام في قلبه ويجري الحكمة على لسانه ويحشو لبه من الفهم والبصيرة وأعطاه من الكرامات ما لم يعطي أحد من العالمين ويرسل عليه ألف مغفرة وألف رحمة ويخرج الغشة والخيانة والغيبة والحسد والبغي والكبر والبخل والحرص والغضب من قلبه والعداء والبغضاء والنميمة والوقيعة في الناس وهو الشفاء من كل دع القرآن شفاء اللي ما في القلوب إذا واحد قرأ القرآن فعلا هالأمراض النفسية تروح من عنده لما يعبد الله تعالى ويستمع للقرآن بعد ما راح يحسد ويغل يعني يحكد على الآخرين بس الأمراض الجسدية الله خلق أطباء وقال لنا يوم محمد إذا أنت مرضت رح للطبيب هذا هذا الفوائد هذا الماء النسان الشيخ عباس القمي يروي هاي رواية يقول أيضا يعلق عليها يقول سند هذه الرواية ضعيف لوجود عبد الله بن عمر في سندها كأن الرواية موجودة عند السنة أيضا كما هو يقول لأن عبد الله بن عمر رواها هي رواية فهذه رواية ضعيفة ولكنه يعود فيقويها برواية أخرى يقول إن سندها ينتهي إلى الإمام الصادق طبعا ما جايب لا سند ولا محزنه وتوجد فيها إضافات وتذكر آثارا أخرى برواية الإمام الصادق منها بعد أكثر منها رواية من الآثار اللي قرناها هذه رواية اللمام الصادق كما يقول الله أعلم ما أعتقد اللمام الصادق يروي هكذا روايات يقول إنه إذا كان مسجون فشرب من ذلك الماء نجا من السجن وأنه لم يغلب على طبعي البرودة كل شيء طبعي يصبح عادي زين نسا شهر نيسان لا يشرحون الناس يزورون مثلا كبروا مثل من جعفر يشربون ماء نيسان وطيبون بعد ما كوا حاجة هذا صار باب الحوائج ماء نيسان صار أكبر باب حائج كل شيء يقدر كل أمراضك وكل حاجاتك وكل شيء تحتاجه راح يلبي الكيام خرافات وأساطير مركبية باسم الدين وباسم أهل البيت وباسم النبي محمد ولسنا بحاجة لمناقشة هذه الرواية التي تنضح بحقيقة وضعها واختلاقها وأسطوريتها والتي تحاول تقديم ماء نيسان كحل سحري لجميع مشاكل الإنسان الجسدية والمالية والروحية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية بعد مبقى شيء هذا صار حلال المشاكل الأكبر هذا مين نيسان فأحد الأخوة قال قال يعني أنت ليش تنتقد النبي يعني أنا ما لنتنتقد النبي بيلك هاي رواية مو معقولة الزراعي النبي يعني لو شوية تفكر فيها إذا صحيحة ليش الناس العلماء والمسلمين وفقها كلهم يراجعون إلى طباء ويأتي لندن يتعالجون العلماء مثلا أو يذهب لبنان أو يذهب لإيران أو الهند فالرواية بالحقيقة روايات كثيرة بعض الناس ميميزون بين الروايات المعقولة والصحيحة وبين الروايات الموضوعة نحتاج لنا شوية نرفع من مستوى وعينا ومستوى نظرنا إلى الروايات والأحاديث حتى نكتشف يعني هي مو بس هاي الكذبة كذبة نيسان كذبة مينيسان نفس الشيء مثل كذبة نيسان هذه أدنى أكاذيب كثيرة منطلع على الناس والناس ماشين بيها ويصدقون بيها ويعتقدون وخليه جزء من الدين وجزء من العقيدة نحتاج نصفي نصفي هالتراث هالثقافة الموجودة ونرجع للقرآن الكريم نرجع للعقل نرجع للعلم نختبر هالأشياء يعني مثل حديث معروف أيضا موجود عن البخاري أعتقد دائما دكتور المستشار أحمد ماهر يقول أنا أعطيه مليون دولار مدر مليون جنيه إذا واحد طبق هذا الحديث أنه إذا أكل واحد سبع تمرات يومية على الصباح بعد ما يضره داء وش ما حتى لو يأكل سن بعد ما يأذر عليه قالت أنا أتحدى أي واحد يجي يطبق الحديث وطيها لقد جائزة بالملايين يعني فعلا في أحاديث موجودة حتى بالبخاري يعني مو صحيح كل شي بالبخاري صحيح وبالتالي إحنا لازم يعني نأرض هالأحاديث شوي على العقل وعلى الألم وعلى القرآن ما بيهت شي شي ما يقول لك إنت تعال أكل سم وكل كذا ودواع من كل شيء أقرأ آيات القرآنية على موضوع معين وراح الطيب لعد شنو الله خالق الأمراض وخالق الأطباء وخالق الصيادة لو أحد يجب يرجع لهم فبعد ما يحتاج لا مستشفى ولا دكتور ولا طبيب أسنان ولا أي شيء عقلنا يحتاج يعني شوفوا هذا هذا الحديث أو هذه الرواية دخلت في عقل مريض وهذا العقل المريض يتقبله ولكنه العقل صاحي لا يتقبل هذه الرواية يقول لا ليس معقولة يمكن أن نشرب مين نساني يغسل بمين نساني طيب يعني يتنظف يحتاج نغسل رأسنا وعاكلنا بمين نسان حتى لا نصدق كل رواية وكل حديث وكل أسطورة وكل كذا يحتاج شوي يعني نغسل هذه الثقافة قبل ما نشرب الماء نصفيه ونفلتره نطحره ونشرب الماء مع الأسف هذا الماء اللي واصلنا التراث مثل نهر ماشي واصلنا إلى اليوم وهذا ب سموم كثيرة مثل الرواية ما نقدر كل رواية نأخذها ونصدقها ونغرف منها الماء ونشرب إلا بعد أن نفلتر الأحاديث وهذا دور علم الرجال وعلم الحديث يعني يدكك ويحقق وينظر قبل ما يعرض طبعا هذه الرواية موجودة في كتاب فاتيح الجنان بس عامة الشيعة ما أعتقد أحد يصدق بيها ولا أحد يعمل فيها ولكنها موجودة كنموذج أنجبتها ولا في روايات أخرى الناس مصدقين بيها وأكو ناس يعرفوه كذب بس يمشوها على الناس الجهلة من العلماء حتى من المراجع يعرفون في روايات كذب ومو صحيحة خطباء على المنابر مثلا الله يرحم الشهيد مطهري في إيران عنده كتاب على حول عشورها قال دول الخطباء يصعدون على المنابر ويروي الروايات كلها كذب كثير منها كذب مش كلها يعني وبعض العلماء يعرفون هذه الكذب من تقول لها ليش أنت مثلا تروي هاي الرواية يقول لك يعني حتى نحمل المجلس وإلا إذا إحنا منجيبها الروايات وكذا الناس يشتون يصدقون بينا أو بعض الروايات تعمل دعاية للعالم أو للشيخ أو للمرجع أو كذا فتشوفوا يعني يروج أساطير حتى هو يستفيد من عندها على حال هذا موضوع طويل جدا وسوف نتحدث عن خرافات وأساطير أخرى في المستقبل إن شاء الله إذا الله أبقى ناحية ويعني نرفع من مستوى الوعي بقدر إمكاننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر